اشتركوا في القناة في تأكيد اختيارهم او الاختيار من سينتخبون هذا الاحد بين المرشحين كيف ستجري موضوع المناظرة ربما ستكون هذه المناظرة قبل النذب الى كيف عملية المناظرة ستكون هي الحاسمة صحيح بالضبط يعني ربما ستكون هذه المناظرة حاسمة رغم ان ايمانيون ماكرون الذي يسعى الى ولاية ثانية متقدم حاليا في استطلاعات الرأي هذه الاستطلاعات تعطي مرشح وسط اليمين نحو 55% مقابل 45% لمرشحة اليمين المتطرف مارين لوبين لكن اذا عرفنا ان عدد المشاهدين سيتراوح بين 16 و 20 مليون وان ربع الناخبين في فرنسا لم يقرروا بعد او انهم مستعدون لتغيير قرارهم فان هذه المناظرة سوف تكتسي اهمية بالغة للمرشحين الاثين وقد ناقش فريق المرشحين كل التفاصيل كبيرة كانت ام صغيرة قبل هذه المناظرة المناظرة احمد الان اقبال الى التفاصيل نفهم كيف هذه المناظرة ستجري الاسئلة لمن الاول من الاخير يعني تمت منقشة كل التفاصيل يعني مثل تحدثنا يعني على دقتها فكلها كانت مصادقة عليها من طرف فريقي المرشحين وسيكون اسؤال الاول لمارين لوبان والاخير كذلك لها وستجلس مرشحة اليمين المتطرف على يمين الشاشة هذا لم يكن من اختيار قناتي تيافا الخاصة وفرنس العمومية التي تنظمين هذه المناظرة بل نظمت قرعة من اشراف هيئة مراقبة الاعلام في فرنسا لتحديد مكان جلوس كل مرشح كما شاملت القرعة مكان جلوس فريقي المرشحين في السوديو الذي تبلغ مساحته الف متر مربع ويقع في مدينة سندوني في الضحية الشمالية للعاصمة الفرنسية باريس يعني حدث كهذا يحتاج إلى طبعا تقنيات كثيرة تنظيم كبير عمل ايضا كبير حدثنا عن موضوع التفاصيل التقنية يعني حتى التفاصيل التقنية يعني تم تطرق إليها من قبل فريقي المرشحين وتم الاتفاق عليها مسبقا حتى لا يتفاجأ أحد المرشحين بتفصيل تقني ربما غبى عنه وكان في غير صالحي مثل ما حدث في 2017 يعني 16 كاميرا ستصور المناظرة بالإضافة إلى 7 كاميرات الاحتياط وكاميرا متحركة أي من نوع يعني ترافلينج وكاميرا كرين أو الكاميرا التي تعطي يعني صور عامة وهتي الكاميرا طولها 12 مترا ستكون في الخلفية شاشة عملاقها طولها 30 مترا وحتى التفاصيل التقنية كانت محل التدقيق من فريقي المرشحين إذ اتفق على اسم المخرج وسيكون هناك مخرج من كل فريق موجودا في قمرة أو غرفة التحكم وستكون لقطات على المرشح عندما يكون صامتا مسموحا بها في حالة وحيدة وهي عندما يكونوا ينظروا إلى المرشح المنافس نتذكر عام 2017 خلال المناظرة بين مارين لوبين وإيمانيون ماكرون هناك استياء فريق لوبين كثيرا عندما أظهر المخرج مارين لوبين تأيها بينها أوراقها ولن تجمع طاولة واحدة المرشحين إذ سيجلس كل مرشح على طاولة خاصة به وستكون المسافة بينهما مترين ونصف المتر بينما سيجلس المحاوران وهما مقدم النشرت في قناة تيفان جيل بولو والصحفية في قناة فرنس 2 وهذه صورة لهما أثناء التحذير وهذه مناظرة على بعد أربعة أمتار من المرشحين وحتى اختيار المذيعين كان باتفاق مسبق مع فريقي المرشحين لوبين ومكرون التفصيل الأخير الذي تفق عليه المرشحان هي درجة الحرارة في الأستوديو والتي حددت بتسعة عشر درجة مئوية وسوف يشرف مهندس على هذا التفصيل والهدف أن لا يتصبب المرشحان عرقا مع ورور الوقت خلال هذه المناظرة التي من المتوقع أن تدوم مدتها بين ساعتين وساعتين ونصف الساعة وسوف تبدأ عند الساعة التاسعة بتوقيت باريس أو السابعة بتوقيت جرينج إقبال ولو بشكل سريع لماذا ستكون ممكن أن تكون هذه حاسمة لأن ربع المرشحين لم يختاروا مرشحهم أو مستعدون لتغيير قرارهم كما أن هناك جزء كبير من المرشح من الذين انتخبوا ميلانشون وانترددون في أن يصوتوا لمكرون أو لوبين أو لا يصوتوا لأحد المرشح حاله وبالتالي فأن هذه المناظرة من سيفوز في هذه المناظرة ربما يقل عواء أولئك بالتصويت لأحدهما وبالتالي يحسم هذه الانتخابات خاصة أن الفارق بينهم ربما تسعى خلال هذه الحاملة الانتخابية الجزء الثاني من الحاملة الانتخابية ولكن رغم هذا فإن المحليلين يقولون بأن هذه المناظرة ربما سوف تعطي مارين لوبين فرصة بأن تستدرك التأخر مع إيمانويل ماكرون وأن ربما تفوز بهذه الانتخابات وقد لا يكون أي تغيير كما حصل طبعا سابقا في المناظرة السابقة شكرا جزيلا لك أقبال سنتابع طبعا كل هذه التطورات كل العيون متجعة إلى فرنسا وموضوع المناظر والانتخابات أيضا شكرا جزيلا لك شكرا